انت رأيك في جوازة ياسمين ايه من الاول كلا وحنا هنتكلم عالجوازة من الاول خلاص من بدايتها في حاجات كتير بتبين ان الجوازة فيها مشاكل وهي زي ايه زي مامتو يعني تخيل الام يا مامتو ايه المشكلة يعني الاول اللي بترابي ابن بتاخد معيش بتغضع الدولة طبعا دي كارسة وانا في نفس تقولك ايه المشكلة يعني ما احنا غلابة يعني ما ناخد من الدولة ايه اللي هيجرع انا كنت بتكلم عمتلازمة الغلبان دي قبل كده ان ده مجادة في حاجة ما متلازمة الغلبان اه الناس تتيح للغلبان او تدي له فرصة انه يعمل يسرى يقتل قص غلبان اه بيداعي الغلبان اه يعني ايه غلبان اه يعني ما تعمليش كذا ما تغديش حقك منه ما تعمليش كذا او هو معلش حرام حرام مسكين سيبي مسكين سيبي بيأكل عيش وممكن يبقى معدوش ضمير بس عادي هو عشان غلبان فمباح له كل حاجة فده مش صح يعني يعني ده من الاول المفترض هي كانت تقول انه اهلها يقولوا ان ده مش رات سلاك دي يوقفها بالعلامة كده الناس ما تبقاش متخيلة انه انه الخداع ده سامة شريرة ما بيجيش لوحدها يعني طالما انا باخدع حد او باخدع دولة كاملة وعايز اخد حاجة مش من حقي فده معناه ان انا بربي ابني على نفس الشيء انا معناه ان انا باتصرف طول الوقت بنفس الطريقة طول الوقت بيعمل بنفس الشيء يعني جزهة عشان كده جزهة خداعها نوم عندهم مبدأ الخداع بس انا عايز اقولك الحاجة انا لاحظت حاجة هو تغير لما هي راحت تولد عند اهلها وقعدت فترة عشان تريحهم مصاريف مش ممكن يكون الام سيطرت في الوقت ده يعني انا ملاحظة ان الحتة دي مثلا احنا ماخدناش بالنا منها موكان كويس قبل ما يدخل هي الام ما بتصحاش منهم تسيطر اكبر وزيار هي الام بتبقى ام مسيطرة من اول يوم فهي ام مسيطرة متحكمة في حياته كلها وهو بيسمع كلامها وشخصته ضعيفة قدام يعني ايه بقى سمات الام؟ معظم الرجال اللي اممتهم مسيطرة ام عندهم ام مسيطرة مش هزا اقول نرجسية يعني عشان لا عصي مش درجة نرجسية هي مسيطرة بتحب ابنها لكن بتحبش نفسها يعني هي مش تازمت بقى نرجسية نية نرجسية بتحب نفسها وبتاع لا 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 النرجسي مش بيحب نفسه الحقيقة ما دي دي المفاجأة التانية بيسيطر على حواليه بس الاغلبية بيقولوا لا دكتور وفاء انه نرجسي بيحب نفسه جد عظيم وكلكم ملكي هو شخص بيشعر بالدنيا الشديدة لكن بيبين قدام الناس انه بيحب نفسه بدليله بيسفه من قرائك يسفه من تصرفاتك يقلل من الناس اللي حواليه وشافي ناس كلها اغبية وهو الزاكي الوحيد طب مامتو ممكن نقول عليها صفات النارجسية مامت الصفة الوحيدة هي السيطرة بس احنا ما عندناش بقية السمات ايه سمات بقى الشخصية موسيطرة دي بس اخوذ بالك السيطرة والخداع اللي اتنين سمات نرجسي طب ازاي اعرفها يعني احنا دلوقتي داخلين على العيلة وفي حد متقدم لوحدة عارف مين الام دي موسيطرة يعني دايما في حاجة واحدة بس الرجالة تيجي تقولها لك لما يجي تقدم لوحدة يقولك يا عم ده الست اللي بتتكلم ورجالة عادة سكت الست هي لما ماشيها ببيت يعني دي انا سمعتها كتير قوي في ارض الواقع فالمفروضة عارف مين بصي احنا مش عايزين الست تماشي البيت لواحدها ولا الرجل يماشي البيت لواحده كمان ما ينفعش ان رجل ببيت عبد انت مش تعرف تتكلم الكلمتين دول هقوله مانا اه عارفها بيوت كتير كده اه اسكت انت بس خدي بالك ان البيوت دي البنت بتطلع منها هي كمان عايزة تسيطر على جزها فتلاقي ان جزها مش زي باباها فتبتدي بقى تحصل مشاكل هي دي فكرة انه عايزة تتبقى النموذج ده في البيت لانه شايفة وموتها بتعمل كده فلذلك ليه حد يبقى مسيطر ما ليه الحقيقة مشاركة ليه احنا مش بنشر على بعض في كل حاجة وناخد قرار ليه هو يبقى عاد ساكت وانا اللي بتكلم او انا اللي بتكلم ساكت وهو اللي بتكلم السين احنا ماخدناش بيننا ان الام مسيطرة خلصة مفيش ولا حاجة بتقول كده كل كلام هي دول على كده هي اللي بتعمل كل حاجة هي اللي بتاخد الجامعية المعقاءة جامعية وتستدها لها اروح احطها بنفسي مسيطرة جدا كل دي حاجات مسيطرة طب اهل بقى يا سمين ايه؟ هي اللي بتقوله يعمل ايه وميعملش ايه وبتشيرول العربية وبتقوله هي اللي بتقوله كل حاجة بيبقى باين على فكرة بيبقى باين على فكرة